أعود لكم الجديد المشاهدين ويصرنا أن ينضم إلينا في السيديو بين السطور الرائد محمد العبدالله رئيس شعبة الجرائم المالية في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية رائد محمد أهلا وزالة فيك مرحبا أختي هاي نشكر على الاستضافة الطائبة حياة كلا حابين أن نتكلم أو نتوسع أكثر في مجال العملات الرقمية يمكن كثير من الناس يسمعون عن العملات الرقمية يسمعون عن التداول ويسمعون عن المخاطر والجرائم اللي ممكن أن تحدث لو أننا نتكلم بشكل تعريفي في البداية عن العملات الرقمية باختصار العملات الرقمية هي بدأت تقريبا من 2009 بدأت بالبيتكوين بعدها تم كل أشخاص مجموعة أشخاص أو الشركات تنشأ هي مو شرط نسميها عملة هو نسمي أصول رقمية فهذه الأصول الرقمية أو العملات الرقمية كل شركة ممكن أن يسوي لها عملات رقمية طريقتها باختصار سنقول مثلا مطعم المطاعم يسوي لمليون عملة ينشئها هي تقنية ويسوي فيها العملات سنقول 700 ألف يعرضها حق العموم على أساس يقدرون يشترونها سنقول يعرض العملة الواحدة بدولار 300 ألف عملة يخليها في محفظته سنقول دي المطعم يقول حق الجميع الكستمرز اللي بيشتري في مطعمي بيستخدام هذه العملة بيحصل 50% تخفيض فبيعرضها للبيع فالناس بتشتري خنقول شارعوا 700 ألف لكل شارعها بدولار بعدين الناس بتشتري من المطعم صحيح وجميع الأشخاص بيقولون ايه والله بالفعل اكا قاعدين نشتري من هذه المطعم وخمسين في المائة تخفيض إذا نشتري بهذه العملة فالأشخاص اللي أوردي عندهم هذه العملة بيردون يعرضونها للبيع يعرضونها بمبلغ أكثر خنقول في والله شخص اللي شارعها بدولار بيبيعها بعشرة دولار صح فإذا الناس شارعتها بيرتفع سعر هذه العملة فعلا أرباح المطعم من وين حاليا ما فيه 300 ألف عملة موجودة عندها يرتفع سعرها بناء على عرض والطلاب اللي موجود في السوق فهي الأما أنت تكلم عن العملات الرغمية هي تقنية جديدة موجودة لها إيجابيات ولها سلبياتها ولكن هي تقنية ضالة والناس بتضطر أنها تتعلمها على أساس أنها إذا ما قدر أتعلمها ما أرد أنه الله لا يقول بيوم بيقول ياريتني تعلمته ياريتني تعلمته فعلا يعني رائد محمد يمكن زاد الاهتمام في الآونة الأخيرة في يعني مجال العملات الرقمية وصاروا الناس يمكن يتداولون أكثر في يعني هذا المجال لكن لا بد أن هناك فيه ثقرات نحن حبين أن نسلط الضوء على أنماط الاحتيال الإلكتروني في مجال طبعا العملات الرقمية إذا بنقول حاليا اللي أكثر الناس تقع فيه كأساليب احتيال موجودة في العالم ليس شرط مملكة البحرين الأغلبية يقع ضحية في منصات وهمية يقوم بعدادها بعض الأشخاص من خارج مملكة البحرين توهم الأشخاص في مملكة البحرين أن هذه المنصات وعدة التداول وأن هذه اللي تسمع عنه الناس صارت من زيرو إلى شخص مليونير من خلال هذه المنصة فيمكن يطلع لك مثلا في وسائل توسط اجتماعي في سبونسر أد تشوف مثلا يمكن يطلع مذيع تعرفة أو ممثل يتكلم عن هذه المنصة إذا بتركز في الفيديو بتكتشف أنه أصلا المذيع ولا الممثل ذي ما قال اسم المنصة فقط يتكلم ويقول والله عن العملات ولا عن أي موضوع خاص بالعملات بيقولك اضغط الرابط ولا ارفع الشاشة فوق لما ترفع الشاشة فوق يدخلك على الصفحة اللي تم عدارهم قبل محتالين فلما تبينلي بياناتك ايك الاتصال ويقول لك يالله بنبدأ حين حاليا بمئة دولار وتبتدي تدفع مئة دولار يرونك شاشة ومن خلالها تشوف انت الشارت اللي هي الكاندلز يسممونهم ان انت قعد تربح فتقول والله بالفعل انا قعد ارباح وما يقول حقا حادي يقول والله أنا خلاص حين أنا حصلت الدرب الصح فيظل يستثمر يستثمر فيه ناس وصلها تدفع مئات الالوف بعدها الاممائية بيستحب الفلوس هذه يكتشف انها وقع ضحية في جريمة ناس باحتيال من خلال اشخاص عدت هذه المنصات حق انه يوهمون الاشخاص بانه هذه هي الطريقة الصحيحة للاستثمر علما انه هذه ليست الطريقة الصحيحة وانما في منصات صحيحة معتمدة هذه اللي لازم انت تبحث عنها وتستثمر في فلوسك فيها طيب رائد محمد بالنسبة حق أي شخص يعني كان يتداول ووقع ضحية يعني احتيال شنو افضل اجراء ممكن انه يتخذ لأي شخص يعني وقع في هذه الجريمة اذا ما نتكلم خصوصا في جرام العملات الرغمية انا انصح اي شخص بيدش في العملات الرغمية خاصة اذا كان في مملكة البحرين يبدأ في المنصات يحط فلوسه في المنصات المعتبنة من مصرف البحرين المركزي اللي هي كوين مينا ورين وبينانس يبتدي فيها لان الله لا يقول لو وقعت جريمة مستقبلا نقدر احنا من خلال تقنية البلوكشين نقدر نعرف وين انتغلت الاموال من والد الى والد الى والد من خلال التعاون مع هذه الجهات اللي موجودة في مملكة البحرين فاول خطوة انه هو لو الله لا يقول وقعت جريمة في امواله او العملات الرغمية الخاصة فيه يخطر المنصات اللي هي بدأ الاستثمار فيها او دخل الاموال فيها وبعدها ممكن هو يكلمنا الخط الساخن عندنا 992 او يتجه لنا في الادارة يحضوره شخصي ولا يوكل محاميين الادارة ويخبرنا ايه بجميع المعاملات اللي يسوها واحنا بالتنسيق مع الدول الاخرى مع النيابة العامة وزارة العدل مع المصرف البحرين المركزي احنا حاليا يعدين نسق ان احنا شنون نقدر نسترد الاموال والعملات الرغمية هذه اللي يتم سرقتها حول العالم كامل ممتاز اذا هي ثلاث منصات عندنا في مملكة البحرين تكون تحت مظلة المصرف البحرين المركزي وهي ان شاء الله تكون امان ومأمونة رين كوين مينا وبايننس طيب رائد محمد لكم جهود كثيرة اكيد في مكافحة مثل هذه الجرائم الالكترونية احنا نبين نتكلم عن ابرز الجهود احنا اللي سلمت حاليا قاعدين اول شي نسوي ندرب موظفينا عن العملات الرغمية عن الان اف تي الويب ثري البلوكتين الماينينج اي شي لا علاقة في العملات الرغمية نقعدين نرتب دورات تدريبية مع العديد من المعاهد ان اول شي نسوي انواع الموظفين يكون عندنا طاقم وادوات نقدر من خلالها ان احنا اي جريمة اي شخص يقع ضحية في اي جريمة ممكن ان احنا نساعد فيها هذا اول شي قاعدين نسوي قاعدين ننظم برامج توعوية مع الجهات الحكومية ومع الجامعات والمدارس عساس انواع الناس شنه هي العملات الرغمية وشنه الطريقة الصحيحة للدخول في عالم العملات الرغمية جميل هذه بالنسبة طبعا لجهودكم لكن شنه هي النصايح اللي ممكن يعني توجهه الى اي شخص يحب التداول او يمكن توى مبتدأ او حتى اللي يعني نقول متقدم في هذا المجال المتقدم في هذا المجال باذنان الله انه ما بيقع ضحية في جريمة ناس باحتيالة بس احنا من نوجه النصيحة حق اللي جديد للحين ما يعرف قبل لا تبتدي ترى ما بتفوتك فرصة يعني لا تتوقع اليوم حين رحت دخلت ولا بعد ثلاثة ايام اربعة ايام دخلت ترى ما بتفوتك الفرصة الفرص موجودة على طول باذنان الله فانت قبل لا تبتدي اروح اقرأ وتثقف واسأل ناس مختصة وبعدها ابتدي بدنا لهذه الطريقة الصحيحة حق اللي يعني ما تخطئ وتقول يا ريتني رح تعلم تقابل صحيح نطبع من دورنا نحييكم على هذه الجهود الكبيرة اللي تقدمونا في مجال طبعا مكافحة جرائم طبعا او الجرائم الالكترونية الرائد محمد العبدالله رئيس شعبة الجرائم المالية في الادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني بوزارة داخلية شكرا جزيلا لك